مفهوم الخطيئة لكن برضو في الانجيل الكتاب بيتكلم عن الخطيئة التي لا تغفران لها لا غفران لها اللي هو التجديف على الروح القدس فوين ممكن نحط هذا الموضوع في الشيء اللي ذكرت أو حكيت عنه أشكرك أخ نظار أنك سألت لأن في كثيرين معذبين من عدم الفاهم الصحيح لموضوع التجديف على الروح القدس أولا ما ليس هو التجديف على الروح القدس نبتدي في الاستبعاد شخص قبل أن يقبل المسيح مخلص كان بيجدف على المؤمنين وعلى الاجتماعات وعلى الناس اللي بتخلص والناس اللي بتتوب وبيرفض هذا تماما إلى أن نعمة الله افتقدته تاب اعترف بخطيئة وطلب الغفران وبدأ حياة جديدة مع المسيح على هذا الشخص أن يطمئن بنسبة مليون المية أنه ما كان قبل إيمانك غفرة تماما حتى لو كنت جدفت على المسيح نفسه فيه مثال في الكتاب فيه مثالين اللص التائب ده جدف عالنا على المسيح مع زميله وبعدين تاب لما تاب على طول اتعبل قال له اذكرني متى جئت في ملكوتك يا رب قال له الحق أقول لك إنك اليوم تكون معي في الفردوس دي نعمة الله اللي لا حدودة له مثل تاني شاول الترسوسي أنا الذي كنت قبلا مجدفا ومضطهدا ومفتريا ولكنني رحمت ليه قال قصد دي نعمته تفضلت علي نعمة الله فلازم نستبعد دي ده أول استبعاد الاستبعاد التاني التجديف على الروح القدس لا يعني إن شخص كان ليؤمن بما في الكتاب المقدس أو يتهم الكتاب بإنه محرف أو إنه مزور أو إنه كتاب عبارة عن مجموعة قصيصات وخرافات ثم تاب أو حتى ينكر لهوت المسيح وصلب المسيح وينكر لهوت المسيح وعدو المسيحي نعم ما احنا بنشوف عصرنا زي ما كان أيام شاول نشوف أشخاص علنا كده بيتهموا إنه العقيدة المسيحية عقيدة فاسدة لكن الشخص ده لو استفاق وقبل المسيح تعتقد يقبله ويقوله هدفعك تمن اللي فاتت لا ما غفران المسيح لا حدود أما الإيه بقى التجديف على الروح القدس تجديف على الروح القدس خطيئة تتجه بصفة خاصة إلى الشعب اليهودي الذين رأوا بأعينهم معجزات المسيح عندما كان على الأرض وكان يعملها المسيح بقوة الروح القدس الذي كان المسيح ممتلئا به فكان يخرج الأرواح الشريرة بالروح القدس وقال لهم كده قال لهم ملكوت الله أقبل عليكم هم شافوا الدلائل اللي تقول إن ده المسيح المسيح المرسل من الله وغمضوا عيونهم وبكل إصرار قالوا له لا ده مش فيك الروح القدس ده أنت فيك بعل زبول رئيس الشياطين فنسبوا القوة التي يجري بها معجزاته إلى بدل من أنها قوة الروح القدس نسبوها إلى قوة الشيطان قال لهم طيب ما دم كده يبقى إذن الخطيئة دي يشوف حضرتك لذلك أقول لكم كل خطيئة وتجديف يغفر للناس أمين دي نعمة المسيح وكل من قال كلمة على ابن الإنسان اللي يتكلم علينا يغفر له وأما من قال على الروح القدس فلن يغفر له لا في هذا العالم ولا في الآتي يعني أقول على الروح القدس يعني عندما أرى أعمال الروح القدس العظيمة وأنسبها وأنسب أمر آخر ربما أراه الآن لو شخص عاش في الدائرة المسيحية ونشأ في بيئة مسيحية وتأثر جدا وراءها وراء كل ما يحدث ويجري نفوس بتخلص كويس الله بيتنازل ويشفي أمراض وتأثر وبعد كده أعطى ظهره تماما وترك المسيحية أصلا وفرعا وقال حد أو ذهب إلى دي أنا أخرى يعني بسمية الكتاب فقدوا الحس خلاص فقدوا الحس وسقطوا يقول كده في عبرانين ستة عن دول يقول كلمة سقوط هنا يعني كانوا في مستوى من الإعلان الإلهي والكتاب المؤدس ده أعظم إعلان إلهي بعد ما النور نور أنت قلتوا لا مش عايزين النور نرجع للظلمة